هروح لحاجة تانية النهاردة مشهد جميل جدا كرة اليد سيدات فوزنا عن نادي الزمالك وحصلنا على كأس مصر للمرة 33 في تاريخنا للمرة كامة يا كابتن هيسم 33 فوزنا عن نادي الزمالك بنتيجة 27-20 المبرأة قيمت منذ دقائق أو يعني مثلا ساعة أو اثنين أو ساعة ونص انتهت وكان طبعا حضرها الكابتن محمود الخطيب وكانت بتقام في صالة 6 أكتوبر صالة شباب ورياضة في 6 أكتوبر طبعا شفنا أداء طبعا فني رائع من كابتن ناحية يوسف المدير الفني شفنا حارس المرمى غادة حسام سندس خشانة دعاء حلمي نصر عيدة عبد الملك فريدة سارة حسام سارة الخولي طبعا أنا مش عايزة نسى حدي تقلق كبير جدا من كل اللعبات يعني تسايدنا المبرأة من البداية للنهاية الجميل بقى واللقطة الحلوة وجود كابتن محمود الخطيب في المبرأة طبعا لم يشغله أبدا اهتمام من كرة القدم والمطالب الجمهرية والفريق واهتمامه بالفريق وما أدركها كرة القدم ومسئولياتها ولكن راح حضر بنفسه مباراة طبعا نهاية كأس مصر كرة اليادي وده دعم معناه كبير جدا أنا لما كنت لعيب واشوف كابتن رئيس النادي وقيمة زي كابتن محمود الخطيب بيحضر المبرأة في الحالة دي بيبقى دعم معناه كبير جدا وكابتن محمود الخطيب اللي راح بنفسه نص ملعب نادي الزمالك وسلم على اللاعبات الحقيقة دي رسالة كبيرة جدا لنبذ التعصب ورسالة كبيرة جدا أنه الروح الرياضية مهما كان في الوقت وخلي بالكم السلام بعد المباراة حاجة أو قبل المباراة حاجة قبل المباراة انت مش عارف مين هيكسب يعني أنا لما راح اسلم على الخصم قبل المباراة أنا مش عارف مين هيكسب ممكن أكون بعد المباراة كسبت فراح اسلم على الخصم أنا معلوماتي كويسة ومبسوط ونحتفل بيهم وان شاء الله مستني منهم الدوري اللي احنا لغاية دلوقتي اوله اول الدوري وبفرق سبع نقاط وخلينا اقول لكم من الفرقة دي السنة اللي فاتت خسرت اللقب ومع ذلك النادي الاهلي دعمها بسندس خشانة اللعبة التونسية الدولية ودعم الفريق بقوة وكابتن يحيا يوسف طول عمره طبعا كان شغال مع الرجال مسك فريق الانسات في نهاية الموسم بعد لفات بعد عودة النشاط من كورونا اسس للفرقة اشتغل عليها كويس الف مليون مبروك هنتكلم كويس قوي عن الفريق وهنديله حقه لانهم عملوا انجاز كبير النهاردة الفوز على الزمالك 27-27 في صالة 6 اكتوبر الف مليون مبروك